خبر هام جدا الأنوش نيفة تحت فلر برافو 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 نيجر برافو نيجر الفرنسا الآن راها تحس بأنها راها تفقد المواقع كنت تشوف دايما في هذه المنطقة في إفريقيا على العموم غرب إفريقيا وشمال إفريقيا أريار جاردان تحح حديقة خلفية لها لكن هذه المدة أكثر من ستين سنة لو لا عمالة البعض ما كانت فرنسا التي تقوم ما قامت به منذ ستينية قرن ماضي إلى يومنا هذا وهنا نوجه كلامي للشيطان اللي رايح كان في بلادي الشيطان اللي رايح كان في بلادي كنوا رجال كنوا رجال وديروا كما النيجر كنوا رجال وقلوا الفرنسا يعني كما قال مفدي زكريا قد مضى وقت العتاب كنوا رجال تبقوا تبقوا الشي اللي وصواه علينا بواتنا وشدودنا وشهداء اللي ماتوا من أجل الجزائب لكنكم لا تجرؤون لأنكم يعني ما عندكم شش شجاعة وفي الوقت اللي فرنسا دات الصفعة في النيجر اليوم راني نشوفه هنا عطاف وزير العصابة فرحان كما راكم تشوفوا في هذه الصورة هي أعتقد البارح في نيويورك تلقى مع كاترين كولونا تلقى معها وهو فرحان حفيد القومي بيانسير هو ابوه جدا كان بشاغا يسلم على كاترين كولونا وفرحان وهما الآن يحوسوا بش يعاودوا يرتميوا في الحظم تعماماهم بعد ما قاموا به مؤخرا تلك الهرولة نحو روسيا والصين واللي ما جابت حتى نتيجة الآن راهم يحوسوا بش يعاودوا يرطبوا العلاقات لأنهم هما المشكلة لانتاحهم راكم عارفين اشتهوا ما لازمش فرنسا تصحح الحاطة عن تاريخي انتاحها في شمال الفريقية وتعترف بسيادة المغرب على الصحراء وتجبد الأرشيف تجبد الأرشيف الحقيقي اللي يفضح هذا النظام أو هذا العسكرة والعصابة التي كذبت على الشعب الجزائري لمدة 60 سنة اليوم اللي وين في ماكرون يديسيدي باش يسحب سافيره ويديسيدي باش ما تبقاش القوات انتاحة في النيجر اليوم عطاف يلتقي مع كاترين كولونا وهؤلاء عملتان لوجه واحد هاداني يعني هذا النظام اللي في الجزائر التابع إلى النظام الحاكم في فرنسا هم وجهاني لعملة واحدة والمآسي انتاعنا بسبب التواطع اللي بيناتهم بسبب التواطع اللي بيناتهم وبالمناسبة بالمناسبة البعض الإخوة في المغرب شافوا المقال أو التغريدة تيسا تيسا تريدت شوفوا تيفش شافيين تيفش شافيين انتاع الموالية للعصاب تتحسروا الدفع لاماكران تيبارك ما شوفونا ومرق اللي بيناتهم الى المغرب شافيين يتحسن ملتوبلي لتحسن مع بان ليدانا مرخي터 لسي 367 واحد وال للتحسن تعالى تيسا ي رح تحسن عن طول على حريقت التعبير غادكم الحال يا عملاء فرنسا غادكم الحال للاعقي أحديث للكم اللي تخافوا على شعورها شوفوا هاد العملاء وهاد الأعداء شوفوا هاد الشيطان في فاش يوظف الأقلام ضد المغرب المغرب اللي اللي كان معنا سند واللي وقف معنا اليوم هم خايفين على شعور ماكرون ماكرون المنبود في النيجر وفي مالي وفي بوركينة باسي وفي كل الدول الإفريقية صحافة الشيطان دفع له صحافة الشيطان دفع له باش ما يغلطكمش الحال هؤلاء الصحافين والأبواق انتع شيطان شمال إفريقية هم أبواق غير مباشرة لفرنسا هم أبواق غير مباشرة للمستعمر لما حابش المنطقة انتعنا تكون مصدهرة لما حابش المنطقة انتعنا تخرج من السيطرة انتعها وبالتالي هذا المنشور يفضح يفضح هذا النظام وهذه العصابة الحاكمة في الجزائر التي الآن تتكلم على العالم اللي تخجلون من أنفسكم الدافع على رئيس فرنسا المنبود عن جميع الأفارقة ما تحشموش يا تيسا الدافع عليه ضد المغرب غاية داك الحال 360 هجمة ماكرون أم بعد أم بعد عندهم ألف حق عندهم ألف حقي هجموه هما قالوا قليل في المغرب هما قالوا قليل في ملك المغرب بس صح أنتم تولونا من من استعمرنا ومن دار فينا الشر ولي ساهم في تأخرنا وفي شل المنطقتنا تولوه وهذه أينة فقط هذي أينة بلا تحس بغي دي كل فرنكوفون نتاع لابريس تاع صحافة شيطان شمال فريقيا المصيبة هو أنه حتى دوك اللي يسمو روحهم إسلاميين ينقوا روحهم يدافعوا على ماكرون دوك جمعت الخوانجية دوك الصحافة أنت المون باطحة أنت عزوش دوره أنت العصابة الحاكمة في الجزائر يدافعوا على ماكرون يدافعوا على فرنسا ضد المغرب ضد المغرب اللي فتحنا أبوابه وبيوته واحتاد انطورتنا باش تعرفوا باللي هذو اللي يحكموا الإعلام انتاحهم هم مجرد بيادك في يد المستعمر هم مجرد بيادك في يدي المستعمر إذن فرنسا اليوم خدت صفعة خدت صفعة تاريخية واليوم منطقة الساحل تعيش مرحلة مفصلية في تاريخها نيبليم هذا الاحتلال انكاستري هذا الاحتلال مبطن هذا الاحتلال خداع هذا الاحتلال الذي ما يحبكش نقلك لتكنولوجيا ما يحبكش تكون طاري ما يحبكش تكون تبني اقتصاد بعيد على على التدخلات نتاعة هذا الفرنسي هذا الاستعمار الطلاب جميع اللي يتبعوا جرتهم بعد مر من نصف الثاني من القرن العشرين كلهم فشلوا كلهم فشلوا وجميع اللي فاقوا وبدوا يبعاودوا حساباتهم راهم الآن في السكة الصحيحة راهم الآن في السكة الصحيحة هادي فرنسا التي راهم شفتوا حتى في الزلزال حاول انها تاجر بالمقاسي وضحايا الزلزال بغي زمام بالصيف نساعدوكم احنا بالصيف باش نبعد نعيروكم هادي هي فرنسا لكن المغرب كان اثكى منها كان اثكى منها وقالها ماس حقيناش خلينا من هادك الشيطان شمال الفريقي هادك ما قدم له مساعدات لو أقلو ما قدم له مساعدات غير مجرد مسرحية غير مجرد مسرحية اذا انتصار كبير انتصار كبير ونتمنى التوفيق للاشيطاء في النيجر وفي مالي وفي بركي نفسه باش يبنوا دولهم الوطنية وباش حكامهم ما يعتمدوش ما يعتمدوش على هاد القوى اذا مشات فرنسا ما لازمش تجي قوى اخرى لازم تكون شركات تركات مبنية اولا على الاحترام وبنية على رابح رابح ما هوش انتا دايما رابح وانا خاسر وهذا هو المنطق اللي مشات به فرنسا لمدة اكثر من ستين سنة لكن الامر تغير الان الامر تغير وكينا نقطة هامة اخرى كينا نقطة غدا نلمسوه من خلال الخطابات اللي شفناهم انا انشرت عليكم بعض الخطابات لكن تبعت اكتر مما نشرته والملاحد هو طريق الخطاب لدى الدول المتقدمة يختلف عن الدول التي يرها في طريق النوم اليوم اللي هو غني ما هوش عندك فقط البترول والقاز ولا عندك الدهب ولا عندك ركت تسمى غني ابدا ابدا اليوم اللي غني هو اللي عنده الاقتصاد المعرفي هو اللي عنده شعب قاري هو اللي عنده يعني كيما يقولوا لا معلالة تكنولوجية الاقتصاد الرقمي لا يعني خلق الثروة من من مصادر مش متعلقة بلا فقط بالدهب ولا بالفضة ولا اليورانيوم لا ابدا هذا هو وهذه هي نصيحتي لدول دول الساحل لازم 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 تطوروا أنفسكم لأن ما يكفيش أنك عندك اليورانيوم ولا عندك الذهب ولا عندك الفضة ولا بتقول أنا غني ابدا ابدا لازم على خطر علاش احنا هاي للجزائر ستين سنة نظام غبي بليد وشاكرنا بالثروة بلين اقتصاد ما بني لاش اقتصاد علاش لأنه هو شقل وبالنسبة دي الغناء نجبدل البترول والجاز ونبيع نشري السلم الاجتماعي ونشري شوية سلاح وندير شوية هارز هذا هو ما هيش هي الغناء كما هكا مؤخرا الدخل الفردي في حال قال لك خمسالاف دولار ويكذبوا مايفوج خمسالاف دولار في عدد ثلاثة وثلاثمائية دولار ما هوش هما اللي يقولوا الصح البنك الدولي هو اللي يقول والأرقام الحقيقية شوه ضخمه في ناتج في حجم الاقتصاد سالة الفين وعشرين حسبوا الناس يغلطوهم وكأنها نسبة نموكة في جزائر خمسة واربعين فاليا وهذه مغالطات وبالتالي الغناء ما هوش في الطروات فقط الغناء هو في المعرفة والطروة البشرية كل ما كنت مقاري كل ما كنت من فتح العالم وكل ما كنت يعني حط إيدك على التكنولوجيا وتوصل مساعدة بتكنولوجيا كل ما كنت قوي وتكون عندك مكان وهذا هو هذه التحديات اللي رفعوها زعماء الدول واللي لازم لازم احنا نرفعوها في منطقتنا في قارتنا الإفريقية قارتنا الإفريقية لأن الغناء هذا شخصيا أعتبر الغناء الأول هو غناء البشر والإنسان هي أغلى ثروة في الدنيا هو العقل اليابان وش عنده عنده البترول عنده الفضاء ما عندهوش عنده بنادم عنده بنادم حجم اقسسات اليابان خطر من خمسة ألف مليار دولار عندهو بنادم وهذه هي أكبر ثروة هذه هي أكبر سيفري ما نخلوش احنا هذ القواء تستغل ثرواتنا بثمان بخص مثلا تتكلمنا عن النيجر اللي كانت هذي فافا تستغل ثرواته بثمان بخص تاعل يورانيوم وعلاش كانوا يستغلوها لخطر لاكسي لهذا التكنولوجي لهذا الطاقة النووية ما هوش متاح للعالم ما هوش متاح لكل بلدان العالم تخصيب اليورانيوم شكون يدي له تول تعد على الأسابيع لأن لو كان كان يعني لاكسي للجميع وكاره اليورانيوم يدير ثمن كبير ولو كان من فرنسا ما استغلتش نيجر لعقود من الزمن وهي تمص في ثرواته بثمن بخص هذه هي الحقيقة اللي لازم نعرفوها احنا جميعا ولازم نفيقو لأنه ما هوش تروى انك عندك عندك ثروات ويوم بعد ويوم بعد ما عندكش لسافور ما تقدر تدير والو ما عندكش لسافور ما تقدر تدير والو وصبحوا لي لنخلط ضيفوا كلمات في المهجر ما يفهموش العربية الفصحة لازم نوصل رسالة للجميع لازم نوصل رسالة للجميع وهذا ما هوش يعني هنا باش نوضع الأمر أنا ما فرنسا نكره فكرها الاستعماري ما نكرهش شعبها وما نكرهش حضارتها يعني الحضارة لإنسان كل ما يكون منفتع للحضارات كل ما يكون عنده رصيد في المعرفة وكل ما يكون إنسان يعني كما يقوله وكل ما كنا متفتحين كل ما كنا عندنا القابلية باش نتحصلوا على العلم ونزيدوا نتعلموا هذا هو الفرق بين الواحد اللي يفصل بين الأمور وبين الواحد اللي يخلط يخلط الأمور إذن نتمنى وإن شاء الله أن هذا الصحوة اللي وقعت في منطقة الساحل أن تمشي في الإطار السليم والإطار الصحيح وأن تبنى بلدان دول مصدر قوتها من إرادة شعوبها وليس من طرف طبقة حاكمة تطلقى الدعم من الخارج مثل ما هو واقع في بلادنا عدنا كم شنطة عصابة يتلقاوا الدعم من الخارج باش يبقوا مصيطرين على الحق هذا هو وليوم النيجر هاتعطي الدرس للجزائر اليوم النيجر هاتعطي الدرس للجزائر اليوم النيجر بينت أن هذا المستعمر الطلاب ما كان يقصراما في التعامل معه من أجل من أجل المستقبل أفضل للنيجر اللي ينتمنوا له كل خير كما ينتمنوا لكل بلداننا إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر